بعد أكتر من 1400 سنة من انقطاع وحي السماء أخيراً ظهر من يغبرنا بأن الوحي قد عاد وأتى لإنقاذنا هجوم عنيف وتشريد وقصف وسب وجه لمن يحمل رسالة السماء ولا حول ولا قوت إلا بالله أنا أحمد جابر وده من أول حكاية نبي جديد ظهر في لبنان أولله أتكلم جد ظهر نبي ورسول جديد اسمه نشأة مجد عمل جروب على فيسبوك عشان يلمي بالناس أو الأتباع الفكرة أن فيه ناس بدأت تؤمن بيه فعلاً وأول المؤمنين بيه عرافة اسمها كارمن مش بس كده لا دي طلعت في بس مباشر معاه على الجروب بتاعه وصفته بأنه نور نزل من السماء وعلى الجميع الإيمان بيه وتصديق رسالته القادمة من الله وبدأت كلامها بكلمة هنيئاً لكم هنيئاً لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض وهي قالتها من هنا وبدأت تتهافت عليهم طلبات الإضافة من الأتباع للنبي من كل أنحاء العالم وطبعاً هنا المصريين أول من رحبوا بالنبي حرص وصينه وطبعاً معروف عن المصريين تاريخياً إنهم بيرحبوا بأي صاحب دين جديد زي ما عملوا بالزبط مع أتباع الحاكم بأمر الله اللي وقفوا قدام الجامعة عبر من العاص بيدعوا الناس للإيمان بيه وكانت النتيجة إن أتباع الحاكم بأمر الله هم اللي دخلوا الجامع على وشهم صلوا واستغفروا واللي رفض روح للي بعضه الحاكم بأمر الله إما مقتول أو متشوه نفسياً وجوث مانياً وقالوا له روح بنفسك للمصريين قلهم الدين بتاعك الجديد وهيرحبوا بك قوي زي ما عملوا معنا بالزبط وأنا من موقع هذا بدعوا النبي نشأت إنه يجنة عند مسجد عمر بن العاص إحنا هناك مستنين طبعاً الحاكم بأمر الله وقتها انتقى من المصريين وحرق القاهرة والفستاط وسبحان الله مفيش شهور واختفى الحاكم بأمر الله بلا عودة حتى الآن بركات المصريين حلت عليه إلى الأبد وطبعاً تقدروا تشوفوا كل تفاصيل الحاكم بأمر الله بحلقة الحاكم بأمر الله إلا عرضناها على المنصة قبل كده المصريين دخلوا على الجروب بتاع النبي نشأت وبدأت الحفلة وهاتك يا كومنتات وترياءة وتنمر وإحنا أصلاً شعب ومعروف بسخريته يا راجل ده ما استنهوش لغات ميجنة عند مسجد عمر بن العاص قام النبي نفشأت أو نشأت أفش وكتب على الجروب ممنوع دخل المصريين 120 مليون مصري ما فيه مستنير هود المصار والطلق سبون مبارح ليه كده بس وقهد الله ما بهذر ده بجد اللي حصل قالك أنتو حربتوا سيدنا موسى وسيدنا يوسف هن زيبكن أنتو اللي حربتوا موسى وحربتوا يوسف وغيره أنا مش عارف حربتنا سيدنا يوسف فين اللي حربوه أخواته أصلا وإحنا اللي ربنا جعلنا سبب إنه يوصل لمنصب وزير الخزانة وبقت تحت إيده كل خيرات مصر والمصريين اتشرفوا إنه هما نصر وسيدنا يوسف بعد ما إخواته غدروا بيه ورموه في البير وتخلصوا منه فكان النصر والعزة بأمر الله من مصر وأهل مصر وسيدنا موسى كان الاحتلال الهكسوسي مش المصريين ودي عايزة حلقة لوحدها عموما يعني أنا بتكلم مع مين وفي ايه يا عمنا ده سيدنا عيسى وستنا مريم هربوا من بطش قروم وبفضل الله كان النصر والعزة والحماية ليهم من مصر وأهل مصر وتم حمايتهم من كل شر لغاية ما خرجت دعوة سيدنا عيسى للعالم أجمع وستظل بأمر الله منارة للإسلام ولما جاء خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام مصر أصبحت مصر حصن الإسلام والمسلمين وستظل بحماية ونصر من الله لمصر والأهل مصر المصريين يعني نشأة يعني معركة حطين معركة عين جلوت ومئات المعارك التاريخية ضد المعتدين على أي أرض من أراض الإسلام والمسلمين وده كله طبعة للتسكير مش للرد عليه لأنه أقلب كتير من الرد عليه نرجع بقى للنبي نشأة بعيدا عن أن ما فيش نبي ينفع يبقى اسمه نشأة أصلا النبي النبي الجديد ده بقى قال شوية حاجات حلوة قوي سوريا حتكون بلد أمن وهو بنفسه حيدخل بلادهم لخلصهم من محنتهم وقيامة الحق كده ناقص إيه عم نشأة ناقص معجزات وفي نبي بغير معجزات نشأة مبارح كان طالع لايف عشان يعمل شوية معجزات لأتباعه قوم إيه بقى النت يقطع على سيدنا ودي أول معجزة مع معجزات سيدنا حقيقة والله إحنا وصلنا المرحلة من العبس مش عارف أقول عليها إيه فعلا الدروس المستفادة من التجربة دي هي أن المصريين بالفطرة عارفين من فجر التاريخ مين أهل الرسالات ومين أهل الخرافات ومعرفش حد يأثر عليهم بطيفة أو مذهب أو ديانة اختراحها بشر وإنما ميزوا كلام الله بقلوبهم وعقولهم وأمنوا بالرسل والديانات السماوية بالفطرة السليمة ومفيش عندهم ديانات أرضية نصحين بالفطرة يعني والله بس ناخد فرصتنا ونفوق لنفسنا هتلاقي أحلى شغل والله تاني فايدة من التجربة دي أن نشأة أول نبي يطلع بعصايب بلياردو وتولى المصريين اللعب بالكورة بس هنا بقى أكبر خسارة للمصريين فعلا أنه قفل عليهم الباب بتاع الجروب وكتب ممنوع دخول المصريين للدين الجديد الخسارة هنا بصراحة خسارة كبيرة ولا يتعوض لأن كل المصريين مش هعرفوا يسفوا عليه السلام عليكم